من تونس نشرة الأخبار نشرة السابع صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية وهذه أبرز أعانونها رئيس الجمهورية قيس صعيد يشهدد على ضرورة فرض احترام القانون على الجميع في كنف الدستوري والتشريعات الجاربية العمل ويشدد على أنه لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين وأن المسألة تتعلق بمن تجرأ وحقر وطنه في وسائل الأعلام وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن إضراب عام وطني اليوم للمحامين ووقفة احتجاجية أمام قصر العدالة احتجاجا على تداخل الأمني بدار المحامية اليوم انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية في البحرين والحرب الصهيونية على غزة تتصدر جدول الأعمال إلى التفاصيل مستمعين متابعين الكرام أسهد الله وأوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الحكومة أحمد الحشانية ضرورة الإسراء باتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد أي مسؤول يعطل بأي وجه كان سير المرافق العمومية مشددا على أن الإدارة جعلت لخدمة منظورها ويجب أن تطهر من الذين يمثلون امتدادا للوبيات أو امتدادا لأي وجهة سياسية كانت وشدد رئيس الجمهورية لدى استقباله أمس وزير الداخلية كامل الفقية على ضرورة فرض احترام القانون على الجميع في كنف الدستوري والتشريعات الجاربها العمل كما أكد ضرورة تحمل المسؤولين الجهوين والمحليين لمسؤولياتهم كاملة في خدمة المواطنين أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله وزيرة العدل ليلى جفال على أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساونة أمامه كما شدد على أنه لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم ترويج لذلك مشيرا إلى أن المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وتصليط العقوبات التي ارتأتها على كل من أخلى بواجباته وبشرف المهنة وأوضح رئيس الدولة أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلق أبدا بسلك المحامات بل بمن تجرأ وحقر وطنه في وسائل الأعلام بل ورد له وبمن اعتدى بالعنف على الضابط أمن وأشر الرئيس قيس سعيد إلى أنه يتم التركيز على شخص أو شخصين في حين أنه تم يوم الأثنين الماضي بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابية وطبيض للأموال فضلا عن العديد من التهم الأخرى متسائلا لماذا لم يترحوله أن يوجد لنا كما أوضح رئيس الجمهورية أن دار المحامي توجد فوق الطراب التونسية ولا تخذع لنظام لا إقليمية حتى يتحصل بها أحد ويردد بأنه تم اقتحامها فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواتي والحق في محاكمة عادلة وفي خبرنا أخر ذي علاقة ينفذ أن لا محامون إلى اليوم إضرابا عاما وطنيا في كامل المحاكم التونسية إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدلة يأتي ذلك احتجاجا على تدخل الأمني مؤخرا في دار المحامي والذي اعتبره مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين عقب اجتماعا له أمس استهدافا للمحامات وتصعيدا خطيرا ضدها بما يشكل خرقا للمواثيق الدولية وللقوانين كما دعا مجلس العمداء رئيس الجمهورية باعتباره ضامنا للدستورة إلى اتخاذ الإزراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحامات في الدفاع عن الحقوق والحرية وفتح حوار مع هيكل المهنة وجهت النيابة العموميات وهو معظم جانب موظف والاعتداء على موظف وترويجي أخبار زائفة عبر الشبكات العمومية في حق المحامي مهدي زغروبا وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع أبو بكر بثابتة قررت النيابة العمومية التوجيه التهم ضم جانب موظف واعتداء على موظف وترويجي أخبار زائفة عبر الشبكات العمومية في كلاسة ملفة تحقيقية أثنين منهم يتعلقوا بنفس الواقعة ولكن تم تفكيكها على خلال القانون بحسب عدد المتضررين والواقعة السالسة تتعلق باعتداء على عون أثناء محاولة إثقافه إثر اقتحام دار المحامي اللي ترقوه في الندوة الصحفية اللي تحدثت على الهيئة الوطنية أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إداءة بستجن في حق كل من مرادز غيدي وبرهان بسيس على إثر عرضهما أمس على النيابة العمومية وفق ما صرح به المحامي غازي المرابط مؤكدا أنه تم تعين جلسة حكمية لهما يوم الثاني والعشرين من ماي الحالية وجددت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها رفضها تواصل إحالة الصحفيين والأعلمين على معنى المرسوم 54 واعتبرت أن نقابة الإحالات خارج المرسوم 115 انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر ولقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بمجبئ المادة 55 من الدستورة المتعلقة بحماية الحقوق والحريات وضمنهما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج وزيرة المالية سهام البغدير نمصية وكان اللقاء حول جملة من المحاورة أهمها التوازنات المالية العامة في البلاد ووضع عدد من البنوك العمومية إلى جانب مشروع تنقيح القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وملف التمويلات الأجنبية لعدد من الجمعيات حيث قدمت وزيرة المالية الرقم الجملي للأموال المتدفقة على هذه الجمعيات والذي تم تأكيده من قبل لجنة التحاليل المالية بعد طلب من رئيس الدولة سأتحدث إلي وكان يفترض أن يكون معنا السيد محافظ البنك المركزي التونسي عن تمولات الأجنبية التي تحصلت عليها جملة من الجمعيات التونسية من سنة 2011 إلى سنة 2023 السيدة وزيرة المالية وأنت تحسنين الأرقام اقرأي جيداً أمام الشعب التونسي هذا الرقم الرقم هو زوز مليارات و316 مليون دينار و306 ألف دينار هذا الرقم الجملي للأموال المتدفقة معناها على الجمعيات حسب الوثيقة الموجودة والتي تم تأكيدها منذ قليل من قبل لجنة التحاليل المالية بطلب مني بعد أن أطلعت على هذه الأرقام وكان من المفترض أن تقوم هذه اللجنة بدورها كابلاً هذا إلى جانب ظهورة التأكيد على أن هذا الرقم الذي جاء في هذه الوثيقة لا يتعلق إلا بالجمعيات التي تحصلت على مبالغاً من الخارج تفوق 500 ألف دينار وهذه الأموال التي توزع في تونس فضلاً عن الأموال التي دخلت خلصة حتى يعلم الشعب التونسي وهي تدخل في شؤوننا باسم المجتمع المدني مرحباً بالمجتمع المدني ولكن لا نريد أن يكون هناك مجتمع مدني يمثل امتداداً لقوى ودول من الخارج وعجب ضبط الأمور في هذا المستوى كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مونير برجيبة بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس لإبلاغهما احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية وذكر رئيس الدولة في هذا الإطار بما ورد في توطيئة الدستورة بأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أي أحد في شؤونه الداخلية أدعو في أقرب الأوقات سوفر عدد من الدول ونمثل بعض الجهات في تونس وبلغهم احتجاجاً شديد اللهجة بأن ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شؤوننا الداخلية وبلغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها هذا فضلاً عن أننا لم نتدخل في شؤونهم هنا ما اعتقلوا المحتجين بل سحبوا منهم حتى شهاداتهم العلمية لأنهم نددوا في بلدانهم بحرب الإبادة التي يتعرضونها الشعب الفلسطيني وبلغهم بكل وضوح بأن تونس لم تصب القلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق فسيادتنا حقيقة وليست حبراً على ورق والحق أبلج في دستورنا وفي سائر نصوصنا القانونية الحق أبلج حق يليه حق أما من اختار العمالة والخيانة والاعتداء على الدولة التونسية وعلى قوانينها فأنا نستعيذ برب الفلق من شر ما خلق وندعو إلى تطبيق القانون راق هذا أو لم يرق لمن يدعي أنه قد أصيب في الداخل والخارج بأعراض الأرض في خبر آخر تنعقد اليوم الدورة الثالثة وثلاثون للقمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة في خدم مشهد معقد في المنطقة تخيم عليه حرب الإبادة التي يخوضها الكيان الصهيوني بكل وحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر وتأتي القمة العربية في وقت تتزايد فيه الدعوة إلى تحرك عربي مشترك لوقف العضوان الصهيوني على غزة كما تأتي هذه القمة ضمن ظروف استثنائية حيث يتضمن ومشروع جدول الأعمال المطروحة ثمانية بنود رئيسية تتناول ومختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأعلمية والأمريكا وتشارك تونس في قمة المنام العربية بوفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين في أخبار الشرق الأوسط تواصلت الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حيث نفذت سلطات الأحتلال ست مجازر في الساعات الماضية أصفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحة ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى خمسة وثلاثين ألف ومائتين وثلاثة وتلاثين والجرحة إلى تسعة وسبعين ألف ومائة وواحد وأربعين وفق آخر تحيين لوزارة الصحة في غزة أكثر تفاصيل في الورقة التالية ليسين فغالي في اليوم الثلاث والعشرين بعد المائتين وصلت آلة الحرب الصهيونية عدوانها على قطاع غزة مرتكبة خمس مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في أنحاء القطاع مما أدى إلى استشهاد ستين فلسطينيين وإصابة ثمانين أخرين وفي مخيم جباليا شمالي القطاع ألقى طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على سيارة الإسعاف والمواطنين الذين يحاولون إنقاذ المصابين داخل المخيم مما أسفر على استشهاد فلسطينيين وإصابة أخرين لم تستطع توقم طبي الوصول إليهم وشهدت محاور التوغل في القطاع شبكة عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بينما أعلنت كتيب القسام أنها قتلت 12 جندياً إسرائيلياً في عملية مركبة اعترف خلالها شيش الاحتلال بإصابة 23 عسكرياً سياسياً شددت حركة حماس على أنها ستشارك في أي قرار يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد الحرب في المقابل دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى وجود بديلاً فلسطيني لحركة حماس لإدارة قطاع غزة بعد الحرب من جانبه حثى الاتحاد الأوروبي إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة فوراً إلى إسرائيل بقيمة نحو مليار دولار نقطة نهاية هذا الموعد لأخباريه المفصل نعود ونجيزه لكم في عنابنا رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة فرض احترام القانون على الجميع في كنف الدستور والتشريعات الجاربية العمل ويشدد على أنه لا وجود إطلاقاً لأي مواجهة مع المحامين وأن المسألة تتعلق بمن تجرأ وحقر وطنه في وسائل الأعلام وبمن اعتداب العنف على ضابط أمن إضراب عام وطني اليوم للمحامين ووقفة احتجاجية أمام قصر العدلة احتجاجاً على التدخل الأمني بدار المحامية اليوم انعقاد الدورة الثلاثة وثلاثين للقمة العربية في البحرين والحرب الصهيونية على غزة تتصدر جدول الأعمال إلى اللقاء مع جمل تحية كوثر عربوبي